ازايكم يا احلى متابعين في الدنيا قصة فارس الصعيد بقى لم الكاتب المتميز عمر يحيق وعلى فكرة القصة دي من على ابل كيشن اسمه كوكب ابل كيشن جميل جدا وبيعرض روايات كتير هتعجبكم بإذن الله لو كل محبي قراءة القصص روحوا بسرعة وحملوه هتلاقوا اللينك بتاعه في اول تعليق مسبت ويلا بينا نشوف حلقة النهاردة الحلقة اللي فاتت وقفنا عند فارس وهو بيستعد للامتحانات اللي بقت على الابواب وفارس كان الدماغ ومشغولة بين المذاكرة وبين اللي بيحصل في حياتهم وفي الاخر لقى شغل في ورشة ميكانيكي وبيشتغل عنده من غير ما امه تعرف واشتغل مع الوسطة حسن الراجل الطيب المحترم وكان عارف ظلوب فارس كويس جدا وعارف ظلم عمامهم ليهم وهو قاعد بيشتغل سأل وقال انت هتعرف تشتغل وتذاكر يا ابني عشان امك اللي عايزك تتفوق دي ما تجلكش يا عم حسن ربنا هيجدرني ونقدر نوفق ورجع وهو فرحان بعد ما عم حسن اداله الفلوس واشترى لاخواته اضطرباته الفكهة واول ما دخل امه وسألته بصدمة انت جبت الفلوس دي من وين الفلوس اللي اشتريت بها الحاجات دي منين يا بلدي رد عليها وهو مش على بعضه ومش عارف يقول ايه فخلى امه تعصبت عليه اكتر وقالت له رد علي جبت الحاجات دي من وين انطج وريحني يا ابني رد عليها فارس وهو خايف انا كنت محوشهم المصروف يا امي زعاقت في امه وقالت له انطج جبت الفلوس دي من وين ملقاش فارس مفر من امه فقال لها انه هو اشتغل مع اللوستة حسن ردت عليه نادية بصدمة تشتغل في ورشة وانت في السن ده وفي ايام امتحانات كمان انا مش قلت لك ما جيبش سيرة الموضوع ده مش قلت لك جبلك ده قلت لك انتبه لدروسك رد عليها فارس بترجي وقال ارجوك يا امي سيبيني ان نشتغل في الورشة واوعدك اني هنوفق بين المدرسة والورشة ارجوك يا ماما انا مش صغير امه زعلت منه قوي وثابته ومشيت دخل فارس وراها المطبخ وحط الحاجات اللي في ايده على الارض وبس ايد امه وقالها نوعدك يا امي اني مش هنجسر في حاجة بس سيبيني ان نشتغل استنوي بيعوز مصاريف كتير كفاء عليك مصاريف اخواتي ومدرسهم ارجوك ما تزليش مني وادعيلي يا امي ادعيلي ربنا يوفقني ارجوك نادية عنها دمعت واخدته في حضنها وقالت له والله وكبرت يا فارس يا حبيبي بس ليه طلب عندك لو حصل لي اي حاجة خلي بالك من اخواتك فارس قال لها بلافة ما تقوليش كده ربنا يخليكي لينا ربنا يخليكي لينا وما يحرمناش منيكي ابدا وحضنها جامد نادية بسته وقالت له يلا يلا روح شوفوا مذاكرتك الامتحانات جره بات يا حبيبي دحك فارس وقام دخل قطه ونروح لحاتم ومنصور جه معا تسليم فلوس بيع القصار وقال له الخواجة كارلوس بلدكم حلوة قوي بجد هنزولكم تاني حاتم قال له اتنورنا يا خواجة والخواجات طلعوا الفلوس المطلوبة وحاتم راح فوق يجيب حتة القصار وجابها وجه وسلموها للاجانب وخدوا الفلوس ومشوا مع فرحة كبيرة النصابين دول اللي بيبيعوا قصار بلدهم وخير بلدهم وانسيبهم الروح لمؤمن ابن حاتم قال ولد الفاشل المستهتر اللي مش نافع في حاجة دلوعة امه اللي مدلعاو فرحانة بيه كان قاعد في مكان ما مع ابن خالو وفي ايده السجارة وبيكلم ابن خالو في كلامه وقصص فرغة هنخرج ونعمل اللي احنا عايزينا عند فارس خلص المدرسة ورحها للورشة بتاعت عم حسن اللي بيصلحوا فيها العربيات ودخل ولبس هدوم الشغل وقال له لست حسن تعال اما فرجك على الشغل وفهمك تعمليه وقف معايا فارس وقعد يركز مع عم حسن لحد ما فهم الشغل وفضل يتعلم منه لحد ما اليوم خلص ورجع على البيت وقابلته امه بلهفة وقالت له اجيب لك تاكل هجهز الاكل واجيبه بسرعة علشان هاكل مع بعض رد عليها وقال لها ماشي فعلا انا جاءان جاو يا ماما انا هدخل الحمام ناخد دوش ونطلع علشان ناكله سوا دخل اخد دوش وخرج لأمه حضرة الاكل قعد ياكل هو واخواته وعملت له كوباية الشاي وبعد ما شرب الشاي دخل قطه علشان يشوف دروسه ومذاكرته وفضل يذاكر لحد ما نم على الكتاب عند مؤمن وابن خاله كانوا بيتكلموا في كلام فارغ عن البنات وناسين ان عندهم امتحانات اخر السنة واتفقوا على فلوس معينة علشان يشتروا بيها البنجو اللي بيشربوه قال له ابن خاله لازم نجيبوه بكرة يا مؤمن رد عليه مؤمن الفاشل وقال له ما تجلقش سيب الموضوع ده علي هنجيب الفلوس بكرة والمطلوب وماما ما ترفضليش طلب سلام نتكلم بعدين ومؤمن خلص السجارة بتاعته وروح على البيت وقابل امه وقابل امه ودخل عليها بالحنجل والمنجل الفاشل ده ماما ماما ما لك يا حبيبي قال لها مؤمن عايز منك فلوس عشان تدروس ردت عليه امه وقالتله مش انت لستك واخد من يومين ايه حك تتخلص بالسرعة ده قال لها مؤمن عايز نشتري مذكرات للدروس عشان الامتحانات جربت وانا عايز نوري بابا ان انا احسن من فارس اللي كل شوية جل احسن من نيك ده ردت عليه نوال وقالتله حاضر يا حبيبي هنديلك اللي انت عايزه عايزك ترفع راس وتبقى حسن من فارس ده عايزك تبقى حسن من وردناد يا بيعة الخضار رد عليها مؤمن الكذاب وضحك بانتصار وقال لها حاضر يا ماما وقامت امه جابتله الف جنيه وقالتله خذ يا حبيبي هات اللي انت عايزه مؤمن رد عليها بفرحة وقال لها تسلميلي يا ست الكل واسبها وخرج وبعد ما خرج اتصل على الابن خال وقال له انا جبت الفلوس افرح باجه عند منصورك اللي لسه بيفكر ازاي يعلم فارس الادب على اللي عمله فيه ولو ما كانش ابن اخوه وعارف ان هو شغال مع عمه حسن بس ما كانش فضيله بسبب الخواجات وقاعد يبرطم ويقول والله لن علمه الادب ورد احمد ده وقاعد يخطط هيعمل فيه ايه نروح عند مؤمن اللي راح عند ابن خاله ومعاه الفلوس اللي اخدها من امه او جزء منها ما اخدهاش كلها علشان حاجة في نفسه وسأل وقال ايه جبت الحشيش ولا لها رد عليه ابن خاله وقال له عب عليك وين الفلوس باجه مؤمن الدهوم له وقال خدهما هم فين باجه الحاجة وطلع ابن خاله الحاجة اللي في جيبه وفضله يلفه في سجار محشاب المخدرات ابن خاله معتز قال له الامتحانات جربت هنعمل ايه رد عليه مؤمن وقال له ما تجلقش انا هنتصرف ونبين البابا اني احسن من سي فارس اللي كل شوية يقول لي شوف فارس عمل ايه وسو ايه ابن خاله دحك لانه تقريبا كده عارفه بقي على الامتحانات ايام بسيطة وفارس خايف ومتوتر جدا ومش مركز في الشغل فلاحظ عم حسن خوف فارس لانه عارف ان الامتحانات قربت وهو نفسه يجيب مجموعة كبير يوديه السنوي فرحط ايده على كده وقال له روح يا فارس زاكر وما تجيش الا بعد الامتحانات فارس رد عليه وقال له ازاي يا عم حسن ما تجلقش علي انا جدها رد عليه عم حسن وقال له ما تناهدش معايا كتير يا وردي روح زاكر دروسك وطلع فلوس منجيبه وقال له خد الفلوس داي ولو عصد اي حاجة تعال ما تتكسفش مني يا ابني انا مش زي والدك وانا اعتبرك ابني دحك فارس وقال له اكيد عم حسن واخد الفلوس ومشي ووقف عم حسن وقال ربنا يوفجك ويحججلك اللي بتتمنىه ودخل الورشة يكمل شغل في البيت فارس كان بيزاكر ومن الطعب كان بيهنم على روحه على الكتاب اخوه شافه وقعد يضحك عليه سمعه فارس وقعد يضحك معاه وافتكر اما كان بيدحك على زينب ومصطفى وهم بيناموا على الكتاب فقال له اخوه مصطفى جوم نام انت تتعب يا فارس جوم ريح شوية الله يعينك انت تتعب نفسك في الورشة والمذاكرة دحك فارس وقال له ما تجلكش يا اخوية انا لازم نساعد ماما انا اما ادخل سنة ويحتاج مصاريف كتير وانتم كمان محتاجين مصاريف المدرسكو لازم نقف جنبها ونساعدها ما تجلكش علي ربنا كبير ورحيم وهيقف جنبي عشان غرضي خير دحك اخوه قال له ربنا يوفقك يا فارس جوم نام بجا لان نبعين عليك التعب فارس قال له حاضر هجوم حاضر هجوم وكل واحد نام في سريره يا طرى بكرة مخب ايه لفارس عده كم يوم من غير اي جديد فارس بيذكر دروسه اول باول علشان يجيب المجموع اللي يدخله سنوي وكمان اخواته بيذكروا وبيعملوا اللي يقدروا عليه لان كل واحد فيهم له هدف عايز يحققه ونفسهم يفرحوا اموهم باي طريقة وجتلت الامتحان فارس كان قاعد خايف ومش عارف ينام امه دخلت عليه وقالت له ما لك يا فارس رد عليها وقال لها ما فيش حاجة يا ماما متوتر شوية بس ما تجلكش يا ولدي اللي كاد بربنا هيكون جو متوضى وصلي ركعتين واجرى شوية قرآن هتلاقي نفسك ارتاحت ابتسم فارس لأمه وقال لها ربنا ما يحرمناش من نيكي أبدا وبس ايديها وقام صلى وفضل يدعي كتير لحد ما نام ما حسش بالوقت إلا والفجر بيأزن وهتوض وصلي كلهم الفجر وكل واحد منهم مسك كتاب يذاكر لحد الصبر عند نوال نوال قامت تصحي مؤمن جم يا مؤمن جم يا حبيبي الامتحانات هتفوتك مؤمن بكاسع قال لها حاضر يوم حاضر الفاشل كان صايع مبارح مع الغبي ابن خاله غير هدومه ونزل على الفطار وكان حاتم ومنصور قاعدين على الصفرة بيفطره أبوه حاتم قال له النهار ده أول يوم في الامتحانات على الله تفلح وما تحطش راسي في الواحل رد عليه مؤمن بزعل وقال له ما تجلقش يا بابا هننجح ونرفع راسك راح قال له منصور سيب الواد يا حاتم في حالة ما تزهجوش قالت له نوال والله هي عنديك حاج يا منصور أخوك معرفاش ليه حاطت نجرة من نجر الولد حاطة في دماغها مش عارفة ليه منصور استغرب ان الايام دي هي بتوافق على الكلام اللي بيقوله على عكس عادتها بس ما حدش اتكلم مؤمن أخد استندوتشات اللي أمه عاملهاله واتكلم وقال أنا ماشي وطلع من البيت هو طبعا كان مبرشم لان ما فيش فايدة فيه ومش هيتغير طلع ولأ ابن خاله برا قدام البيت ابن خاله قاله ها عملت ايه رد علي مؤمن قاله عيب عليك تسألني السؤال ده وضحك ومش يسوا أهمنكم يا فشلة عند فارس كان عمال يدي كان عمال يدي ربنا في سره وهو خايف يمكن ناس كتير تستغرب وتقول ان دي تالت عدادي مش اكتر ومش محتاجة توطر لكن بالنسبة لواحد شاطر زي فارس لازم يخاف لانه بيتعب على الحاجة اللي بيعملها وخايف خايف لانه شايف ان لازم يعدي وينجح ويبقى حاجة كويسة علشان يرفع رأس امه ويارف ياخد حق ابوه من اعمامه النصبين فارس وهو على الفطر قال الحمد لله شبعت هو انت لحكت يا ابني معلش يا مام انا مجادرش اما ارجع بجاكل يلا انا طع لعدعيلي بجاست الكل ربنا يوفجك يا ابني ويحجيجلك كل اللي تتمنى يا حبيبي مصطفى وزينب خلصوا فطرهم كمان وسلموا على امهم وطلعوا مع اخوهم الكبير في الطريق فارس عد على العم حسن صبح عليه واسمع له كم دعوة حلوين ومشي نروح بقى عند الشياطين حاتم ومنصور حاتم كان بيتكلم مع اخوه بيقول له الانتخابات جربت ربنا يسطر رد عليه منصور وقال له انا بفكر ارشح نفسي رد حاتم بصدمة ازاي ازاي يا منصور منصور قال له ازاي الناس يا اخوي ما لك هو انا جلال في البلد عاد رد عليه حاتم وقال له ما اقصدش يا ولد ابوي عموما ربنا يوفقك جاهز حالك طيب رد عليه منصور وقال له جاهز هات انت بس نصيبي من الفلوس بتاعت الحتة اللي بعناها دي رد عليه حاتم وقال له ليه مش معاك فلوس اياك رد عليه منصور بديق وقال له وانت مالك عاد هو انا مش شريك وناخد اللي ناخده وقت ما نعايز والحد هنا استنوني في الحلقة الجاية وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على اشارات الكلة علشان يوصلكم كل جديد سلام